قصتي مع الاعتقال طويلة ولنقول أنها بدأت يعني من بداية الشباب معروف الوضع السياسي في سوريا الوضع المضطرب والانقلابات العسكرية والديكتاتوريات العسكرية التي تأتي بعد الانقلابات العسكرية والقمع الذي يمارس على الشعب السوري طبعا يعني ما قبل السبعين يمكن الحديث عن قمع ذو سوية ما وهذا السبعين السوية تختلف فمن البداية كوني مهتم بالشأن العام ودائما اهتمامات السياسية وعلى الأغلب معارض لكل الأنظمة الديكتاتورية التي تعاقبت على سوريا فدائما كنت أتعرض للمساءلة والاعتقال كمنتمن إلى حزب أو تنظيم معين كيساري بشكل عام أحيانا حتى لم أكن منتميا لأي تنظيم ولكن لنقول أني مجرد أن تكون معارضا معارضا ويجاهر برأيه ضد السلطات الحاكمة أكيد سيتعرض للمساءلة وسيتعرض للاعتقال يعني قبل الاعتقال الكبير الأخير كم مرة كنت اعتقلت سابقا؟ اعتقلت أربع خمس مرات لكن قبل السبعين كانت المسائل أسهل بكثير وتأخذ مسألة أيام أو أسبوع أسبوعين ويتم الإفراج عن المعتقل بدون تعذيب كما حصل معك لاحقا؟ قد يحصل بعض التعذيب أو التهديد يعني لا يتعدى الضرب على الجرين جرين يعني نسموها بسوريا الفلقة نعم لكن بعد السبعين طبعا يختلف الأمر تماما فعدد من الاستدعاءات والاعتقالات يعني عديد لكن بعد السبعين اعتقلت مرتين مرة في التسعة وسبعين واستمر الاعتقال تقريبا سنة خرجنا في الثمانين والمرة الثانية في آخر واحدة الثمانين استمر 13 سنة فكان المجموعة حوالي 14 سنة اعتقال تجربتي الشخصية هي فقط لانتمائي لحزب سياسي معارض للنظام ويطالب إسقاط الدكتاتورية العسكرية الشخص الصديقي اللي هو الجزء الثاني أو المكون الثاني البطل الآخر في الرواية البطل الآخر لهذا اعتقل بسبب لنقول تقرير كتبه أحد أصدقائه في فرنسا وعند عودته إلى سوريا من المطار تم اعتقاله وهو مسيحي وبتهمة الإخوان المسلمين يعني تقريبا نفس ظروفك نفس الاعتقال نفس الاعتقال نفس الاعتقال سواء بالتحقيق أو بالحياة اليومية أو بالتضييق أو بالحرمان أو حرمان من الزيارات حرمان من رؤية الأهل كل هذا يعني ما يسري عليه يسري عليه يسري على جميع المعتقلين الذين خذوا تجربة تدمر وصيدنايا والفروع الأملي أعفيتني من السؤال الذي يلي لأنه كان سؤالي عن الخلط الذي حصل لدى البعض بين ما يخصك شخصيا وما يخص البطل الآخر الذي لا نراه ولا نسمعه عمليا في هذه الرواية إلا في خفايا السطور نعم هو وضعه كثير خاص وأنا استأذنته قلت أجري دمج بين تجربتك وتجربتي وسأستعير هذه المفارقة الحادة بأنه يتم اعتقال شخص مسيحي بتهمة إخوان مسلمين في بلد متنسورية فقط هو طلب مني وعد شرف أن لا أدلي بأي معلومة قد تؤدي إليه لأنه لا زال يعيش في سوريا